موسيقى حوار اليوم صباح الخير اليوم مع مستشار رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامة الاستاذ على اجلالاتي صباح الخير صباح النوري اهلا وسهلا يعني امن طرابلوس مباشرة لهون مع كل التطورات الانتخابية الواقع في طرابلوس ماذا يجري انتخابيا التحالفات الوضع الاقتصادي ايضا من انترك له شوية هامش صغير رح انطلق مباشرة اقفل باب الترشح للانتخابات بخمسة عشر ادار ومن بعد فتحت صفحات التحالفات يبدو بطرابلوس انكم اكثر المرتاحون بداية اقفل الترشح عن 1043 مرشح ومرشحة هذا شي جيد جدا هذا شي يعني عامل ايجابي وبيبشر بالخير يعني بخلينا نتفاعل انه الشباب خصوصا الشباب عام يطمحوا وعم يتقدموا لحتى يعبوا الفراغات ويطبوا برامجهم ان وجدت بمكان ما هذا شي كله جيد يعني وشي ايجابي وشي بيخليك انت تتحمس لحتى تعمل هذه المعركة الانتخابية على عكس ما يقال انه هيدا المعركة سوف تشهد اذا بدك اكبال متدني على الاقتراع هذا الشي الحقيقة انحنا ما منشوفه بهذه الطريقة خصوصا انه هيدا المعركة معركة مصيرية اليوم من انا مصيرية لا من اقول واستقلها الحقيقة هي هاك اليش يمكن انتخابات الماضية كانت هاك واللي قبلها يمكن ان كل الانتخابات يحكي عنا وقولونا one هي مصيرية ولكن حقيقة هذه الانتخابات هي انتخابات تأسيسية أكتر مهي مصيري لانه ما بعد هذه الانتخابات والمجلس اللي بده يمثق عن هذه الانتخابات هي أسس فعليا لمرحلة لبنان الجديد هذه شأنة مقابينا واضح مش لأنه نحن بدنا هيك لأنه العالم عم يتغير والخريطة الإقليمية كلها عم تتغير باتجاه جديد هل منه معروف إذا بدك لأنه نحن ممكن ما بنعرف لأنه نحن لبنان ما بنأثر كثيرا نحن بنتأثر بالمتغيرات الإقليمية بس مش ليك ما بتخاف هذه الانتخابات أن تطير أو تتأجل تبعا لأنه الخارطة الإقليمية والدولية غير واضحة حتى هذه اللحظة صراحة ما سمعناه يعني نحن أنه الكل يريد هذه الانتخابات على المستوى نحن كتيار نحن نريد هذه الانتخابات ونشدد على إجراء هذه الانتخابات لأنه منعتبر إجراء الانتخابات هي عنصر أساسي أو فاعل أساسي بالانتظام السياسي في لبنان ويمكن أنه وآخر ما تبقى للبنان إذا ما بدنا نعمل انتخابات نيابية ونروح على التمديد مثلا أو على تأجيل أو الذي هو هنروح هنفوت بطريق ما بنعرف أول وما بنعرف وين آخره فعليا ولكن كل ما يقال الآن أنه هناك انتخابات وكل التشكيك بهذه الانتخابات هي من المترددين أو من اللي عندهم شك أنهم رح ينجحوا أو عندهم شك أنهم ما حيقدروا يخدوا الانتخابات أو ما رح يقدروا ينضموا للوائح لأنه حضرتك بتعرف كل المرشحين إذا ما قدروا نضموا للوائح ما فيهن يخدوا الانتخابات منفردين فهذه بنسمع عادة ولكن مثل ما كان فيه تشكيك مثلا بموضوع المختاربين ظل لآخر لحظة تشكيك بموضوع المختاربين لهذا كان الإقبال آخر كام يوم على التسجيل في الخارج ولكن ما نسمعه اليوم عن التأجيل أو هو فعليا هو يعني يراد به غير ما يحكي عنه بس بدأت توضع سيناريوهات بهذا المجال وحضرتك بتعرف أنه أي تأجيل هو تقاطع خارجي مع الداخل صح يعني اليوم الخارج أداء متحمس لهذه الانتخابات علينا الخارج كان متحمس جدا للانتخابات ولكن الآن وهو الصحيح لبنان منه على سلم أولويات ويمكن اليوم نعتبر إذا بدأ الأولويات تغيرت عند كل الدول اليوم الحرب الروسية مثلا أكيد بتتأخذ كل الاهتمام العالمي لهذا الإطار ولكن ما أسس في لبنان باقي في لبنان والكل اللي عم يحضر للانتخابات أصلا ما في شي بيمنع إجراء انتخابات فعلا ما في شي بيمنع يعني نحن نقول أنه عامل أمني مثلا ممكن يمنع إجراء الانتخابات نتذكر نحن بالألفين وخمسة أنه أكتر من اختيال الشهيد الحريري ممكن يكون شيء أقل وأجر الانتخابات فيه أجر الانتخابات فيه لأنه كان هناك نية في إجراء الانتخابات ويمكن كانت نية بغير إجراء الانتخابات اللي شفنا بعد ألفين وخمسة عرفنا ليش صارت لألفين وخمسة واليوم نحن شايفين نفس الرغبة ونفس النية عند الجميع وما في شي بيمنع إجراء الانتخابات صراحة في شيء ممكن أن يمنع إجراء الانتخابات اليوم الحديث كبير جدا عن الوضع الاقتصادي يلي عم نعيشه وما يمكن أن يحملوا بالأيام المقبلة مع التضييق يلي عم بيستير أكتر على اللبنانيين أي شكل من أشكال ثورة الجيع قد يعني تأجيل هذه الانتخابات أنا معك إذا نحن بدنا نعتبر أن المشكلة الاقتصادية بدأت أجل الانتخابات ماذا بعد؟ إذا هذه الانتخابات ما هي إذا مش هذه الانتخابات هتكون هي لبن الأساس لحل المشاكل الاقتصادية لأكيد هذه السلطة لن تستطيع أن تحل هذه المشاكل أصلا من أوصلنا إلى هذه الحال لا يستطيع أن يخرجنا منها نحن صارعنا إيمان فيها قاطع بهذا الموضوع ولازالوا لحد اللحظة بعدها ننجي إذا بدك بالانتخابات والتحالفات أقول لك كيف تماما ولاش هن هيك اليوم لوصلونا لهون هذه السلطة إذا بدك مش من الالفان وخمسة من الاثنين وتسعين والسياسات التي تبعت من تلك الفترة لحد اللحظة سياسات رفيق الحريري إذا بدك حقيقة الظلمة نحن نقول بس رفيق الحريري هي الحريري السياسي نهج هذا النهج الكل اللي دخل فيها كل الطوائف وكل المذاهب وكل الأصحاب المصالح كلهم دخلوا هذا النهج واتبعوا بلبنان إذا بدك نحكي عنه اقتصاديا نحن نعرف ونوصلنا يعني الاستيدان من الخارج واتباع الاقتصاد الريعي وأهمال الاقتصاد المنتج وإلى خير كل أولا الفساد والصريقات والسمصرات اللي بالمليارات يعني شيء يندله الجبين صراحة تطلع لبره بتسمع تطلع انت خارج لبنان بتسمع عن الفساد بلبنان شيء مهور جدا يعني منهم شايفين هاك فساد منهم سامعين بهاك فساد ما بيعرفوا هالطرق اللي متبعينا يعني بعض السياسيين بلبنان اللي نحن منعتبرون هن المسؤولين فعلا عن إيصال البلد للمرحلة اللي نحن وصلنا هنا لبنان ما وصل للقعر لوحده يعني انه هو لوحده نزل على القعر كان هناك قائد وكان هناك نهج وكان هناك سياسيين منتفعين ومشاركين بكل الارتكابات اللي تمورست فيه خلال الفترة السابقة هو اللي حتى انت تقدر تطلع من هذه الشرنقة بدك تمور الانتخابات بدم جديد هذا الدم جديد الناس اليوم عند الخيارات فعلا الناس اليوم أمام خيارين أم يعني إما انه يكملوا بهذا النهج وينتخبوا نفس الأشخاص اللي يوصلون لهون واللي ما عنده الأفق الحقيقة للخروج من هذه الأزمات والحكومة اليوم خير دليل على أنه ما في حل ولا في حلول ولا في أفق هي حكومة تمرير الوقت اليوم من أجل إجراء هذه الانتخابات وما حد عم يحاسب صراحة طلالنا ولا حد عم يسأل لأنه الكل مشارك يعرفت أنه إذا خرشي المجلس النيابي بيغطي على الحكومة لأنه هنه هون وهنه هون ببعا في من يحاسب هذه الحكومة ببعا في حد حاسب والكل مغطى ولكن يعني أداء هذه الحكومة اليوم يثبت تماما والحكومة والحكومات المتعاقبة ليس فقط هذه الحكومة أن هذه السلطة المتجزرة والحاكمة لا تستطيع أن تخرج لبناء من هذه الأزمة يعني يا الناس بتروح على خيار أنه تغير بوجوه جديدة وبخيار جديد أما الناس بتروح على أنه تبقى وتعيد انتخاب وانتراج نفس الطبقة السياسية نفس الأشخاص ونفس طبقة السياسية ونفس النتيجة ما بعرف عن مين عن نقصة بالتحديد بالطبقة السياسية لأنه كل ضيف عنده وجهة نظره بهذا الموضوع ولكن إذا بدنا نعتبر الطبقة السياسية نفسه هذه الدولة العميقة التي بلشت بالتسعين لليوم يبدو أنه وافق استطلاعات الرأي التي تقيم السفرات في لبنان لن يكون هناك تغيير كبير عن شكل البرلماء القائم اليوم سيدي هلأ مجرد انسحاب الرئيس السعد الحريري من المشهد السياسي هذا المؤشر إلى أن هذه السلطة أو هذا الكرتال في طريقه إلى التفكك بس صالح من؟ يتفكك هذا الكرتال يلي كان يعتبر حاله الكرتال السيادة في البلد نحن سيادي كلها كلاشيات سيادة واستقلال وإذا كله كلاشيات كبيرة لأن الناس بتحب تسمع هذا الكلام بشكل واضح ولكن نحن اليوم لما بدك أن تكون أمام منهجان بالبلد كان هناك منهجان ما قبل الطائف كان هناك منهج واضح وبعد الطائف لليوم للأسف كان هناك منهج واحد كمان اللي هو منهج الحريري السياسي قبل الطائف كان هناك تعدد أو تعددية في رئاسات الحكومات وتعددية في السياسات والأساليب بالحكم وكلها كانت ما في عليا شوائب إذا بدأ الشوائب اللي كانت أكتر الشي بتعيبهم يعني أنه بيوصفوا من هون جامعتهم بيخذوا بيخدموا هذي أكتر من هك ما كان فيه شوائب يعني ولكن اللي يورجونا يا الشباب من 1992 لحد اللحظة مليارات الدولارات نهبت يعني لبنان فعليا صرق لبنان منهم أفلس عنده يمتلك ما يكفي ولكنه نهب يعني مثل خزنة بلا شو يصرقوا مننا يصرقوا مننا لحتى فضوه على الأخير لبنان مسروق وهلأ بدون يحملوا الناس هلأ بدون يحملوا الناس مسؤولية الصرقة اللي هن سببوا فيها اليوم هناك منهجان منهج ما قبل ومنهج ما بعد نحن بدنا نرجع نعيد المنهج القديم ما بدنا نجدد شي نحن ما هنجيب شي ما بقولوا الناس إلي ترجع أيام زمان شو هي أيام زمان ما قبل الطوار الله يرحم أيام زمان وإيام زمان أيام زمان كانت يعني أيام رجالات الدولة اللي كانت اخدع على عطاءة فعلا المسؤولية دون المساس بالمال العام يعني على سبيل المثال للحظر الرئيس رشيد كرامي المرحوم رشيد كرامي الشهيد ولا مر اعتبر المال العام مال بقدر يتحكم فيه والكل كان يعيب عليها هذا الشغل أنه كتير بخيل بموضوع المال العام لا هو منه بخيل هو حريص لأنه هذا المال إذا ما بنحط بمكانه بيروح ومزاريب الهدر قد ما بده بالدولة اللبنانية مزاريب الهدر مفتوحة على أعلى المصورة نشوف على كل حال وعلى فقر نحن لما نحكي طبقة سياسية مش شيء بقى طبقة سياسية الحقيقة الكرتال اللي موجود هو هناك في تحته في طبقات الطبقة الأولى هي طبقة السياسيين طبقة الوزراء والنواب اللي غطوا الوزراء وطبقة الرؤسة اللي كانت موجودة اللي هن شرعوا الفساد ولهن أتاحوا الفساد ولكن هناك طبقات دنيا تنزل نزول كل شوية حتى وصلنا للمواصفين هذا الفساد والمواطن مشارك بهذا الفساد رضي عنه من التسعين لليوم وسيكت ويعيد إنتاج هذه الطبقة تباعا المواطن يجوا عليه بحلم كبير أنت لما بدك تجي على المواطن اللي خارج من حرب أهلية وتقول له أنه أنا بدي أفتح لك الباب أمام الجنة يعني لبنان حنحوله لجنة ونحنا إذا بتحط إيدك بإيدنا نحنا بدنا نعمل لك وظايف ونحنا رح نخلق فرص عمل ونحنا رح نحول لبنان إلى سويسا الشرق من أول وجديد هذه كلاتها شعارات حلوة كتير وبتخلي الناس فعليا تتحمس بس رأت على تلاتين سنة على هالشعارات ما هي بكل مرحلة كنا طلعين من الحرب الأهلية في لبنان نريد إعادة الأعمار هناك مشاريع هناك زرخم ما هي لكل مرحلة يعني لكل مرحلة منازل من المراحل عنوان وخطاب سياسي يستهدف الغرائز ويستهدف العصب هذه المرحلة أي خطاب يعتمد هلأ ما بقى في خطابات الحقيقة لأنه العالم ما بقى ملت من الخطابات بس اليوم المعركة منا معركة إما أن تكون في خط حزب الله إما أن تكون في الخط المعاكس لحزب الله نفس الشباب اللي عم نحكي عليهم اللي هن قاضونا لهذه المرحلة اليوم عم يخترعوا خطاب جديد أنه اليوم الحرب هي ضد حزب الله الناس بغير وادي نحنا عايشين مع الناس يعني الوزير فيصل كرامي بيعزدين الأزمة وخلال مرحلة المظاهرات ما ترك بيته يوم يعني هو اليوم الوزير كرامي يختار أنه يواجه الناس غضب الناس ويقل له نحنا شو عملنا وشو ما فينا نعمل ما يعني دار الأزمة من عليخط بالبحر المتوسط أو بتيارة خاصة أو شي حلوة الانتقادات طبيعي إخرشين نحنا عايشين ببيئتنا نحنا نحنا ولاد البيئة فنحنا بنسمع دايما كل يوم كل يوم كل يوم شو واجع الناس ونعرف فعليا شو هموم الناس هموم الناس اقتصادية بأمتياز أكثر من اقتصادية صراحة ما هم من اليوم بالسياسة يعني اليوم الخطاب اللي عم يتوجهه فيه إذا بدك الرئيس السنيورة وكل ما كل هذا حكي عن هذا الموضوع هذا عم يتوجهه بخطاب سياسي بحث ضد حزب الله وضد سلاح حزب الله وضد سيطرة إيران وضد من يعني اليوم الناس بغير مطرح كليا اليوم الناس فعليا يعني هم الوحيد أنه كيف تقدر تاني نهار تأمن قوط يومي هالناس اللي هم كيف بدأت تأمن قوط اليومي ما هم لا بسلاح حزب الله ولا هم بالصراع الاقليمي ولا سوال روسيا بس كنت عم بتقالي أنه سيكون هناك نسبة اقتراع اقتراع مرتفعة مشاركة مش مرتفعة نحن مقبول نحن من طالب بس هالناس اللي عنده وضع اقتصادي أو اللي عم بتعيش أزمة اقتصادية ويلي عم بنترحلة اليوم مواضيع سياسية على طاولة النقاش كيف بدك تجي تقنعها وتقلها تفضلي على صناديق الاقتراع إذا لليوم ما عنا مشاريع مشروعنا يا أما مع حزب الله أو ضد حزب الله حيث اللي هن بزننا بسقاط عهد ميشيل عون أو إنجاح عهد ميشيل عون للأسف بكل صراحة بالله الإعلام موجه إلى هذا الخطاب فقط لغير يعني نحن لما بنحكي بهذا الخطاب كل الإعلام بيتوجه وبيسمع لهذا الخطاب وبينشر هذا الخطاب بعلما أن هناك مشاريع أخرى ومشاريع منها جديدة إذا عم تللي على الانتخابات ما في حل إلا بالانتخابات يعني هؤل الناس لحتى يطلعوا من هالشرنقة اللي هن عايشين فيها ما في حل إلا بالانتخابات وإذا ما تتوجهوا لصناديق الاقتراع هن عم يبعدوا نفسهم عن المشاركة بالحل وما في حل إلا بالانتخابات يعني ما عنا حل ما في أفق اليوم اللي يمكن الصغرة الوحيدة اللي مفتوحة أمامنا هي المشاركة بالانتخابات لإنتاج سلطة جديدة ترعى إذا بدك تطبيق سياسات اقتصادية جديدة بعيدة كل البعد عن هذه السياسات سنة لبنان سيشاركون في هذه الانتخابات بظل البلبلة اللي عم بتصير على السحة السنية خلاش لا شو بيمنع سنة لبنان أو شو بيميز سنة لبنان عن غير طواقف في لبنان أنا حاسلك سؤال هلأ نحن اللي كنا عاشينه من الخمسة وعشرين سنة الماضية أو إذا بدك من بعد لألفين وخمسة لأن بعض الناس بيعتبروا أنه التاريخ بدأ بالألفين وخمسة علما أنه هي هذه حقيقة واهي منها مضبوطة عبداً عبداً ولكن اللي كانوا موجودين اليوم عالبيس بي إذا بدك لهم كانوا المكون السياسي اللي موجود أو إذا بدك الأكترية السنية اللي كانوا يحكوا عليها اللي هي الرئيس الحريري والفريق اللي موجود شو عملوا للطائف السنية بالدرجة الأولى وين عدم الفراغ اللي كان موجود للطائف السنية يعني وين كانوا شو كانوا ممليين كان فيه زعامة مرجعية شو عملت كان فيه مرجعية معروضة بمجلس الوزراء تترأس الحكومات تعدى كلمة سياسية كلمة فصل شو عملت ما كان فيه مساعدات أو أو عناء لهذه الطائفة حبت باندولي أصدقك حبت باندولي كل واحد بيعطي حسب قدرته حبت باندولي نحن اليوم من ساعة قدر المستطاع والرئيس الحريري كان عمل ساعة قدر المستطاع حسب كمان إمكانياته ونفس الشيء الرئيس ميقاطي والكل ولكن شو قدروا عمله الزعم السنة للسنة في لبنان خلال كل المرحلة الماضية شو قدروا عمله شو يعني بدك للأكتر بالعكس الطائفة السنية خلال وجود هؤلاء الرؤساء وهؤلاء ضعفة اندثرت ما بقى ألا كل مليون وهلأ اليوم منسحب الرئيس الحريري من المشاهد السياسي ولكن قبله شوي ما كان منسحب وكانت الطائفة السنية آخر من يعبر عن قراره وآخر من يقرر كان قرار الطائفة السنية مصادر هالحقيقة مصادر بسبب تسويات مصادر في الداخل أو مصادر في الداخل بالداخل بالخارج إخرشي قرروا وشفنا اللي قرروا ولكن بالداخل كان مصادر بسبب التسويات وبسبب الارتكابات المشتركة وبسبب مرقلي لم يرقلها وجودي على الكرسي بس سعد الحريري ما دفع ثمن هذه التسويات يعني من تسوية الرئاسية لتسوية مع حزب الله دفع ثمن في النهاية ولكن قبل كان مشارك حقيقي بكل ما جرى فيه في لبنان وعلى المستوى الطائف السني الطائف السني لم تستفد من شيء يعني لا على المستوى المعنوي ولا على المستوى المشاركي في القرار بشكل فعلي هي حقيقة نحن اليوم قبل الطائف يعني نحن اليوم للأسف للأسف الشديد قبل الطائف هناك كان دستور لا يعطي لرئيس الحكومة صلاحيات بعد الطائف أعطت يعني أعطي هذا المساق أعطي رئيس الحكومة صلاحيات واسعة لمجلس الوزراء المجتمع وعلى رأس رئيس الحكومة يعني فعليا لمكان بصح لرئيس الحكومة ما قبل الطائف صار يصح له صار يصح له بتلاقي يعني السليب المتبعة أو السياسة المتبعة صارت بالعكس قبل الطائف كان الرئيس فعلا مشارك حقيقي بالسلطة علما لمكان عنده صلاحيات ولكن كان سيبت نفسه يعني بتقبله ترجعوا إلى ما قبل الطائف بغد النظار أصلا الطائف ما تطبق لحتى نرجع لما قبل الطائف نطبق الطائف نشوف العلال تبعيته ومنها عالجة بتفضل الطائف على أي نظام جديد الطائف جيد جدا ولكن الطائف علينا أن نطبق الطائف يعني الطائف يبقى لبقوا كتير بنود ما تطبق مننا إلا لهم بالدنيا شو اللي بالدنيا مثلا أن المناصفة بالدرجة الأولى مسيحي مسلم بمخص الوظائف بالدرجة الأولى وكل ما عاد ذلك هو بالكفاءة الشباب حسبوا كل صوا من منصف من الفئة الأولى للفئة السبتعاش كلتها واحدة يعني خلص هنه هيك هي منصح يعني هنه نشوف اختاروا مننا يعني وهلأ النسبية لما كانت المرة الماضية يعني إيجت على حساباتهم وطبقت الحساباتهم استعملوا لو ما كانت هكي كانوا مستمرين بالنظام الأكثر اللي كان نحنا ممشين فيه المشكلة أنه الطائف ما طبق وصلاحيات رئيس الحكومة ما قبل الطائف اللي ما كانت موجودة كان يطبق رئيس الحكومة بالقوة وبالفعل يعني كان يطبق بالعرف إذا بدك وكان يطبق بالعمل رشيد كرامي بعمره ما قال أنه أنا عندي صلاحيات ولكن كان يمارس الصلاحيات وكان رئيس الجمهورية ما يعمل شيء إلا بالتوافق مع رئيس الحكومة لأنه كان فعليا في سياسات بس اليوم أستاذ علاء رئيس الحكومة سواء كان ناجي ميقاتي أو تمام اسلام أو سعد الحريري أو مين ما كان يكون هذا رئيس الحكومة عم يصطدم بالممارسة بفريق آخر يتهمه دوما أنه يريد يعني يتهمه رؤساء الحكومات السابقون أنه يريد الصلبة على قرارهم مش عم بقدموا تنازلات بمكان معين يسيروا أمور البلد ما يفوتوا بخصام هذا الفريق الآخر هو فريق رئيس الجمهورية بشكل مباشر أنا كثير بقتنع إذا كان فعلا التنازلات هي لصالح البلد أنا بقتنع معك 100% طب بس ما فيه تعدي على صلاحيات رئاسة الحكومة كما يقولون مين سمح بالتعدي أنا رئيس حكومة يا بسمح يا ما بسمح بالتعدي على صلاحياتي يعني يا بيفتع المشكل يا ما بيفتع المشكل شو ما كان يعني وين بدك أساسا أنت اليوم لما بدك تكون فرضا عم نحكي نحن في اليوم فريق رئيس الجمهورية عم يتعدى على صلاحيات أنا أخذت لك الاتهامات أنه فريق رئيس الجمهورية يتعدى دوما على صلاحيات رئاسة الحكومة ويريد النظام الأوحد يعني نحن نحن نحكي على شي فإن بس ولكن يوصل لسدة الرئيسة صح وهذا بالبند العريض ولكن ما تحته هناك شراكة بكل شيء كان بهذه الأيام وأنا معك هون كان مرة من تقدين هذه التسوية اللي وصلت للبلد اللي نحن وصلنا له تسوية قامت على المصالح مش على الفهم المشترك للأمور وعلى الإدارة المشتركة للبلاد أي تسوية من هذا النوع ستؤدي حتما إلى هذه النتيجة الرئيس الحريري ومن بعد الرئيس الحريري ومن قبل الرئيس الحريري هن اللي سمحوا بالتعدي على صلاحيات رئيس الحكومة ما في حدا بيقدر يتعدى على صلاحيات رئيس الحكومة إذا هو ما بده ولكن لما بيقول الرئيس الحص الله وجون الخير بيقول أنه أقوى إنسان بممعناه طبعا من يحافظ الجملة ولكن أقوى إنسان هو اللي ما بده شي لنفسه بيضلوا نظيف النظيف أنه المسؤول يبقى نظيفا حتى يطلب شيء لنفسه لطالما الرئيس الحكومي نظيفه ما بده شيء لنفسه أو لمصالحه الشخصية أو لمصالحه الاقتصادية ما حدا بيقدر لا ينتزع منه الصلاحية ولا حدا بيقدر فرد عنه يعني تتهم رؤساء الحكومات السابقين مش هحكي بكله بمجملهم مشاركين يريدون لأنفسهم فبالتالي كانوا مشاركين بما يجري تتهمهم بالفساد بشكل مباشر الفساد الإداري بشكل مباشر سيدي الفساد الإداري مش نحن بدنا نتهمهم فيه بس أنا سألتك حضرتك أنا سألتك نحن ناخد من اللي برنا صح ما نقوله الصندوق النقد واضح باتهماته حتى الرؤساء اللي زاروا لبنان على سبيل المثال الرئيس ماكرون حتى كل السياسيين اللي زاروا لبنان كان واضح اتهامه للسلطة الفسادية إذا بدنا نقلل كتير نخلينا نعتبر فساد إداري مؤخرا يتهمون السلطة يعني يتهمون فريق رئيس الجمهورية هذه السلطة بالنسبة لأكتار رئيس الجمهورية هو جزء من هذه السلطة ولكن هذه السلطة الكل مشارك فيها الكل 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 يعني لأنه في نهج متبع ما نحن عم نحكي إجا رئيس الجمهورية قدر غير النهج المتبع ما قدر شارك فيه قد يقوم لأنه ما قدر يغير فيه فبدو يماشي الواقع ولكن هذا النهج إجا مع رئيس الجمهورية هلأ هون نحن ما نعمل ندافع عن حدا رئيس الجمهورية إيجا بسنة 2016 صح ولا لا هو رئيس الجمهورية اللي خلق النهج اللي ماشى من 92 لحد هذه اللحظة عم نتهم يكون اتهامك كتير كبير ولكن هلأ هو مشارك في هذه السلطة نعم التيروطن الحر كان مشارك في هذه السلطة ويتحمل من مسؤولية ولكن النسب متفاوت جدا اليوم كيف تقرأ المشهد السنين سعد الحريري يعزف عن المشارك بالانتخابات والحياة السياسية نجيب ميقاتي يعزف عن الترشح ولكنه سيشكل أو سيكون له لائحة على ما يبدو في طرابلوس فؤاد السنيورة بما يمثله الفؤاد السنيورة كمان يعزف ولكن يدعم لوائح عزف عندما لم يتمكن من الترشح عزف عندما لم يتمكن من الترشح بفعل عامل خارج بشكل واضح ما في غير فايصل كرامي اليوم كزعيم يخوض هذه الانتخابات النيابية بشكل مباشر نحن بنقول له هيك بتهنا الدور أن الدنيا بتدور دورة كاملة وهالدورة كان عمرها 30 سنة من 92 للـ 2022 30 سنة دارت الدنيا دورة كاملة نحن وصلنا لليوم لا بقول لك أنه اليوم غياب الرؤساء الحكومات السابقين عن المشاركة في الانتخابات هذا سوف يعني يضعف المشاركة السنية المشاركة السنية والآخرية ولكن نحن موجودين قبلتنا نتوسعين ونحن موجودين ما احترامنا للجميع الاحترام الشخصي للجميع لرئيس الحرير والرئيس ميقاطي ورئيس السنيورة احترامنا لقلهم يعني هذا شيء ولكن نحن عم نحكي بالسياسة نحن موجودين قبلهم نحن عمرنا نحن عمرنا بطرابلوس 800 سنة وعمرنا بالسياسة 103 سنة تمام هن الطارئين على السياسة اللبنانية مش نحن الطارئين على السياسة اللبنانية هن اللي اجوا سنة 92 بمشروع طويل عريض وشفنا وين اللي وصلنا هن شفنا النتيجة اللي وصلنا لقلو هن الطارئين نحن الأصل نحن يعني كل محاولات التهشيم والعزل والهجوم والتهجم وإذا بدك وصل لمرحلة محاولة إغفال بيت كرام السياسي في طرابلوس بقينا صندين بقينا لأنه كان في ناس حاولنا كمان طب اليوم ماذا يفيد هذا الكلام يفيد هذا الكلام أنه غير صحيح هناك فراغ على المستوى السني غير صحيح بطرابلوس حتى بغير طرابلوس حتى بغير طرابلوس بس ننزل على بيروت تعروح على صيدة مين بده يعطي إذا بدك مين بده اليوم يقول أنه فيصل كرامي بيمثل ولا ما بيمثل أو نمساقي أو ما نمساقي أو هو سني ولا جار سني مين قادر مين عنده إذا بدك الصلاحي أو مين هذا الشخص مين هو اللي بيقدر يقول هذا الزلم أنه فيصل كرامي بيمثل ولا لا أو سني ولا لا مين هذا أبن عمر كرامي أبن أخو رشيد كرامي جده عبد الحميد كرامي وجد الجد جد كليتهم المفتين في طرابلوس متجزيرين بالسنية مين بيقول هيدا واحدة إذا بدك تروح على غير طرابلوس مين قال عبد الرحيم مراد ما بيمثل ما بيمثل اليوم بالبقاء نص البقاء كانت عبد الرحيم مراد على المستوى السوني خدنا خدنا على بيروت خدنا على بيروت إذا فيه بترابلوس فيصل كرامي وفيه بالبقاء عبد الرحيم مراد مش على بيروت لأن بيروت الحقيقة مصر لشي الحقيقة يعني للأسف ما فيشي صار لبيروت كلال 30 سن اللي ماضي إلا الداونتون اللي نحن بنعرف كيف نعمل وشو نعمل بسوليدار واليوم شو صار فيه الداونتون للأسف الشديد يعني أنا عم هجم سياسة يعني أنا عم هجم سياسة أنا عم هجم أشخاص لحتى ما لحد يقول لا لا واضح واضح هجم نهج نهج وهذا النهج نحن أساسا مش من اليوم عم هجم ونحن ضده وترشحنا للانتخابات كل سنين الماضي كان ضد هذا النهج والحمد لله لطلع معنا حق ولكن كان صوتا ما يوصل لأنه كان الصوت العالي لأنه كان معنا أموال بهذه الايام بيروت ما استفادت أهل بيروت استفادوا بالوظائف بالكذا وهذا حلل على قلبه منه غلط أبدا أنت لحد اليوم تقدر تعمل زعامة مكان سعاد الحريري أنا بظن صعب جدا ولكن ما في شيء مستحيل اليوم في طقاط يعني كتير بس سيدة اعتراف واضح أنه لا يمكن حتى هذه اللحظة أن تبنى زعامة سنية مكان سعاد الحريري لماذا زعامة سعاد الحريري بنيت بنفس اللحظة أو زعامة الشهيد رفي الحريري بنيت بنفس اللحظة ما كله كان مساء يعني ما تأسس له بدأ ينهار والآن هناك فرصة ما تأسس له بدأ ينهار انهار ولكن هناك اليوم فرصة لشباب العاصمة لشباب بيروت وعائلات بيروت أن يستعيدوا القرار هذا فؤاد السانيورة موجود بالمرصاد لكل يلي بده يجرى لكل يلي بده يجرى بيتسلل على السحة السنية لكل يلي بده يقف ويكون مشروع لحزب الله في السحة السنية فؤاد السانيورة موجود بيوجد كنواق فؤاد السانيورة أمام أهالي بيروت وأمام أهالي طرابلس وأهالي صيدة وجزين الرئيس السنيورة نزل على الانتخابات بلوايح صح؟ هاي الناس بكرة بتثبت لك الأرقام الناس مين رح تختار؟ ما بشكل خطر فؤاد السنيورة عليكم بطرابلس؟ يعني هو نهج الرئيس رفيق الحريرة أكثر المقربين لقلو خرج كمان من عبائة سعد الحريرة ما في فك ارتباط ولكن في إعادة ترميم للعلاقة ما احترامنا لرئيس فؤاد السنيورة وما يوسل في الرئيس فؤاد السنيورة ولكن لما كان الرئيس نجيب مئاتي نزل في الانتخابات المرة الماضية كان هو مرشح وعنده لائح ولما كان الرئيس الحريري بقد وقضيده بحكومة ووزير داخلية وبأموال وقال لي بدك مرة الماضية كان مرشح عنده لائح في طرابلس ودي عمل للنفس الأخير كان هناك فايسة الكرامية ولائحة فايسة الكرامية وجهة الصمد صح؟ قدروا هزمونا قدروا أخذوا مننا اللي لقلنا ما بيقدروا ما قدروا شكلوا علينا خطر بالشكل الفعلي هذا لما كانوا هن نازلين شخصيا مرشحين والأموال كانت عما تنكب وفي سلطة من وراهم كمان ما قدروا أسروا إذا بدك ما قدروا شكلوا خطر على فايسة الكرامية من مال وعلى جهة الصمد من مالتين يعني ترابلس والضمنية اليوم بغياب اليوم إذا بدك التيار المستقبل عن المشاركة في هذه الانتخابات والرئيس ميقاطي شخصيا علما أنه سعد الحريري يعني رئيس سعد الحريري أسبابه تختلف كلين عن أسباب الرئيس ناجيب ميقاطي عن المشاركة في الانتخابات ولكن الرئيس ناجيب ميقاطي هو في قلب المعادل السياسي وهو رئيس حكومة وهو سفيد عمازي اللائحه من اللواح في ترابلس أكد لك أنه ما حده بيقدر يشكل خطر على لائحة فايسة الكرام جهاد الصمد في ترابلس رح أرجع أحكي عن وقع ترابلس بدروح أفاصل بس قبل الفاصل لمن ترتحون أكثر لفؤاد السانيورة أو لسعد الحريري خصوم في السياسة يعني على المستوى الشخصي بس هم اليوم في قلب اللعبة السياسية واحد منهم خرجوا تاني يحاول أن يكون له موقع حتى بس ما يفهم كلامنا غلط على المستوى الشخصي فايسة الكرام تروطوا علاقة برئيس الحريري وبالرئيس والسانيورة طيبة ما في عداوة على المستوى الشخصي أما على المستوى السياسي فهناك خصومة حتى النفس الأخير نحن نهج وهن نهج داني كلنا بس ماذا لو نجح في أرسل المسؤولية يعني ماذا لو نجح بش عم بحكي بترابلس عم بحكي على امتداد لبنان ماذا لو نجح في تشكيل كتلة وازنة اليوم في البرلمان اللبنانية اللبنانية هي كتلة السنية بيكون من ينتخبوا هو عم يكرس النهج الذي تبع من 92 لليوم وأكيد اللي ينتخبوا ما رح يعني منهم فكر أنه نحن نطلع من الأزمة اللي نحن عايشين اليوم ستقررون بنجاحه وستتعاونوا معه على هذه القاعدة نحن نتعامل مع كل اللي ينجح بالانتخابات نتعاملنا المرة الماضية ما عدا القوات اللبنانية وهلأ نتعامل مع الكل ما عدا القوات اللبنانية بس القوات اللبنانية موجودة بترابلس رح نحكي بعد الفاصل عن وقع ترابلس حوار اليوم نتبعه إذن مع مستشار النائب فيصل كرامي رئيس طيار الكرامي لسيز على أجليلاتي على أجليلاتي ماذا يجري في ترابلس حضرتكن الكرامي فيصل كرامي طيار الكرامي اليوم كيف سيأخذون هذه الانتخابات النيابية سيدي نحن الانتخابات بالنسبة لألنا هي مرحلة يعني إذا بدك ستاب منا هي عملنا السياسي نحن اليوم اللي منخلص فيه انتخابات تاني نهار بنرجع على عملنا المعتاد يعني يوم التنام بعد الانتخابات نحن نرجع على مكاتبنا وبنرجع على العمل السياسي طبيعي والعمل الخدماتي وكل طبيعي وخير دليل أنه من الالفين وطمانتاش لليوم ما تسكر بابنا ولا يوم ممكن يكاد يكون الوحيد فيصل كرامي في المدينة اللي بقي بترابلوس يعني نحن استغربنا لما بيعزين الأزمة وهي العفندي بديو يحكي مع حدا ما فيش حدا ما في حدا يحكي معه ما في حدا أنه بدنا نتواصل مع حدا كتفنا على كتفل حتى نطالب نجيب شيء لترابلوس كذا ولا حدا ولا حدا موجود وكلاته كالساسة حتى نصحونا أنه شو بدك ألا بها الفترة هلأ أنه قطع يعني نشوف بعدها شو بده يصيش كيف قطع والناس طيب اليوم عادتكن انتخابات اليوم بعد كل ما جرى عندكم انتخابات نيابية هذه الانتخابات النيابية مع من ستخوضون للانتخابات الثابت في هذه الانتخابات هو تحالف فيصل كرامي جهاد الصمت بعده ثابت بهذه الانتخابات رغم كل ما شابه هلأ إذا بدك منيجي على ما شابه ولكن هذه اللائحة مؤلفة من نواتها ثلاثة أشخاص هن فيصل كرامي جهاد الصمت وطهى ناجي طهى ناجي هو ممثل جمعية المشاريع الخيري في طرابلوس هو المدير والمرة الماضية كان هو نائب ولكن سلب منه المقعد وهذا بيعترف الجميع كانوا بدون يزعلوا رفاق سعد الحريري للمرة الماضية رئيس سعد الحريري ما بقى يحمل للمرة الماضية أكثر من المقعد اللي خسره فابدنا نعطيه هذا المقعد مجانا رايحين على لايحة مكتملة لايحة من 11 مرشح ان شاء الله اللي اللي هلأ سابت فيها هو فايصل كرامي جهاد الصمت طبعا مع حفظ القابل الجميع طهى ناجي رفل دياب عن المقعد الروم الأرتودوكس طبعا نحن متحالفين مع تيار المرادة في طرابلوس وفي غير طرابلوس يعني نحن بطرابلوس هنتحالف مع تيار المرادة وفي المناطق اللي فيها تواجد لمرشحين تيار المرادة نحن رح ندعم ستدعم بصغرطة وبالكورة وبمرياطة وهي والدكتور أحمد الأمين هو يعني ماذا بدك قريب إلى الإسلاميين وإلى الشارع الإسلامي رجل أعمال بنا نفسه بنفسه عنده كل الكفاءات وعنده كل إذا بدك المعطيات والمواصفات اللي بتتخوله أنه يخد هذه المعركة هذه الانتخابات وإلى جانب الوزير فايسا الكرامي وجهاد الصمد وطن هناجي أسباب كثيرة أهم أنه هذه اللائحة سوف تشبه المدينة بكل تنوعة بكل تنوعة وأطيافة وأهم أهم الشي بنظافة الكف أنه نحن تحدينا الكل عبر ثلاثة سنين صنعنا من أن نتحدى حدا يجيب لنا ملف فساد ونروح فيها على المحكمة مش على فايسا الكرامي على فايسا الكرامي محفظ الألقاب للجميع وعمر كرامي ورشيد كرامي وعبد الحميد كرامي بس اليوم ليش بدوا يرجع خيار ترابلسيين خيار الكرامي جربنا وعم كنت عم تقالي أنه ممكن تصل إلى أربع حواصل بهذه المعاركة طبعا نحن نتمنى أن نأمل ذلك ونحن نشتغل على ذلك في اليوم فايسا الكرامي عم يشتغل معركة جهاد الصمد بالضني وجهاد الصمد عم يشتغل معركة فايسا الكرامي في ترابلس ونفس الشيء الثانين عم يعملوا للدكتور طهاناجي وللدكتور الأمين هناك تنسيق قائم على أعلى المستويات لن نسمح إذا بدك أنه هالمرة هذه الفرصة أن تذهب من بين أيدينا ما حنسمح بالموضوع ويعني رغم كل المرشحين باللواحة الأخرى كلهم احترامنا الشديد لألون ولكن نحن عنا برنامج كان وهلأ بدنا نرجع عن طبوي نحن منا طارئين على السياسي نحن أقصونا عن السلطة وأقصوا النهج اللي نحن كنا ماشيين فيه عن السلطة صح ولكن نحن ما عدنا موجودين نحن الكرامية السياسية إذا بدك بكل ما تعنيه هذه الكلمة بمعنى وهذا النهج من أسس وطنية وقومية وطرابلسية بدأ على الواجهة التحديد لأن نحن في عنا سوابط وطنية ما من حيض عنا قومية وعننا أجندة طرابلسية كل ما يخدم طرابلس نحن معه ونحن بنجمع بين اتنين وعنكم أجندة تركية؟ أجندة إذا هلأ بنحكي على الأتراك ولكن حتى أحكي لك عن موضوع اللائحة هذه اللائحة اللي بدي يدخل عليها أو مواصفات الشخص اللي بدي يفوت بجابة اللائحة بدي يكون بيشبه اللي منتمين لألأ نظيف الكاف غير مرتكب وما عنده شبهة فساد والبلد مليئة بهذه الأشخاص والحمد لله نحن على تواصل مع المرشحين يعني المحتملين لدخول هذه اللائحة ورح تكون لائحة ببيض الوجه بشكل فعلي وبتشبه طرابلس قلبا وقالبا بتشبهها بالأوادمية بتشبهها أنه ولاد عيال بتشبهها بيطيبتون يعني كل المواصفات الطرابلسية موجودة بهذه اللائحة طب كيف انتهى هذا الخليف اللي كان قائم مع جهاد الصمد ونقطة تانية التحالف مع تيار المرد هو تحالف طبيعي وستراتيجي وإلى ما هناك ما بيزعج التيار الوطني الحر وماذا يعني كيف تقرأ يعني العلاقة بينكم وبين تيار الوطني الحر لأنه كان فيه تقارب يقال بالأولي الأخيرة لازال هذا التقارب موجود ولكن لنبلش إذا بدك من نائب جهاد الصمد حكي كثير بإذا بدك بالفترة الماضية بالأعلام ونحن فيصل كرامي ارتاء عدم الرد وعدم الدخول لأنه في شيء تعرف حضرتك لما أنت بتحكي لحدا هذا الحاجة ممكن يحكين شوي مبهر فإذا بدك ترد على الابهارات تبعيته فممكن توصل لمرحلة نحن مفتنا بأي سجال بالعكس ما حكي عن هذا الخلاف وكتير مضخم خلاف فيصل كرامي جهاد الصمد كان خلاف للأخوة والنائب جهاد الصمد حكي عنه بكل صراحة يعني شو سببه والوزير كرامي اللي المفارقة أقرر له بأحقيته لما كانت حكومة الرئيس دياب أنه نحن ما كان لازم نمشي بهذه السرعة كان لازم نحن نطالب أكثر وما هو حق مية بالمية ولكن كيف عرفنا عرفنا بعد ما دخلنا إلى هذه الحكومة فصار في عتب وعتب المحب من جهة فيصل كرامي والمحق من جهة النائب جهاد الصمد وانتهى الخلاف وهذا صار وراهم كليا إذا بنسميه خلاف لدرجة أنه يجع الاجتماع على نفس اللائحة طبعا 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 على نفس اللائحة ونفس الخط يعني مش مصالح انتخابية أعادت وجمعتهم هنم موجودين إذا بدك من السبعينات ومن السبتينات لا أكيد مش مختلفين بس أنا عباحكي اليوم مش إنه مصالح انتخابية أعادت جمع فيصل كرامي وجهاد الصمد اللي بيجمعهم هالقد واللي فرقهم نقطة صغيرة فهذه النقطة راحت والمسيرة مستمرة مع النائب جهاد الصمد وهذا شي صار من ورانا وسوا عم نقلف اللائحة يعني اليوم فيصل كرامي ما عم يشكل هو اللائحة على رأيه الشخصي أو على زوء الشخصي يعني في تعاون بين فيصل كرامي وجهاد الصمد وهذه اللائحة اقتلافية فيها تيار المردي نقطة تيار المردي هي علاقة تاريخية ما بنا نحكي عنها مش مختلفين عليها بس كان بفترة معينة نرى تقارب بينكم وبين تيار الوطن الحر البعض خمن انه قد تكونون على نفس اللائحة مع تيار الوطن الحر حتى انه بتذكر انه حاولتم جمع تيار المردي وتيار الوطن الحر حاولنا كتير وحتى كل الاصدقاء المشتركين مع الوزير اسلامي فرنجي والوزير جبران بيسيل حاولنا كتير انه نقدر نعمل شي مشترك ولكن واضح انه بالسياسي هذا الشي اليوم مننا قدرين نحن لا نعمل رغم انه خف وطير التصعيد بين الطرفين اليوم المرة الماضي نحن كتير مصدى وكتير فرحمة انه شفنا كلام الوزير الفرنجي عن الوزير بيسيل وهذا شي ممتاز ونحن دائما كنا نحذر اي اختلاف ما بين الوزير الفرنجي والوزير بيسيل سوف يفتح صغرة لدخول القوات الليبنانية وهذا نحن ما بدنا يحذرنا منه حذرنا منه وعن نحذر منه والحمد لله الكلام اللي قاله الوزير بيسيل الممتاز هذه بادرة جيدة اذا بدك احسس عليها ولكن بمخص الانتخابات العلاقة الشخصية شيئي والانتخابات شيئي اخر العلاقة الشخصية مع الوزير بيسيل ممتازة مثل ما العلاقة مع الكل ممتازة نحن ما عنا ابدا علاقة سيئة مع اي احدا الى القوات الليبنينية هذا الشي على الرأس السطح ونحن مفتحين للتعاون مع الجميع هذا شيء استراتيجي نحن عندنا يعني اليوم فيصل كرامي لما بدأ عمله السياسي بلشوا باستراتيجية حقيقية واضحة أولا هدف الأول هو إعادة المرجعية لطرابلس لأن طرابلس من 1992 لحد اللحظة للأسف دايما هي تابعة إلى مرجعيات خارج المدينة وهذا سبب له إهدار بحقوقها اللي هي حق مكتسب كان الأول لكن كان دايما يعني اسمح لي إعادة مرجعية طرابلس بس مش أن نرجع نبيع مرجعية طرابلس للأتراب بل عكس ما لحد ولا لحد نحن بنتعامل مع الكل أنا مصر أفتح هذه النقطة للتوضيح نحن مرجعية طرابلس هي لأهل طرابلس نحن لما بنطالب بحقوق طرابلس الطرابلس تحتاج مرجعية حقيقية أن الطالب حقوقها لحقوقها وليس لحقوق الشخصية طبعيته يعني نحن بيوم بدي يفضح سر ولا واليوم الوزير كرامي يمكن يزعل مني ولكن بمجلس النواب كان هناك قرد لمرفق طرابلس هذا القرد لحتى أقر طلعت روحنا بس ليش لأنه كان في نواب ما بدوا أن يقر هذا القرد لمدينة طرابلس هذه المشكلة من خط سياسي معين وهنا ممثلين لطرابلس يعني في مشكلة صارت بهذا الموضوع ما بنقبل نحن بهذا الإطاري أن نحن هذا الشيء ما بنقبل في حقل طرابلس حقنا بدنا نجيبه مثل ما قال المرة الماضية للوزير الكرامي بدنا نجيبه بالقوة بس حتى نكون عندنا وكالة حقيقية وكتلة موجودة بالبرلمان تقدر تدعم المطالبة بهذا الحق لوحد الوزير الكرامي صرخ 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 ولكن الظروف اللي كانت المرة الماضية وكورونا وإلى آخره تماما ولكن النيم موجودة والاستراتيجية موجودة والهدف موجود قدامنا كل ما يخدم طرابلس نحن ما هو ولكن نحن نسابتين على مواقفنا القومية والوطنية هذا ما فيها تزحيل سمحني قبل ما نروح على الموضوع تركي تخافون من أشرف ريف في طرابلس اليوم يبدو أنه يحاول تشكيل لايحة مع القوة اللبنانية داخل المدينة كمانا فيه كلام أنه حتى سعد الحريري وبعد ما تمكن من ردع فؤاد السانيورة يحاول ردع أشرف ريفي شخصيا الوزير أشرف ريفي قلنا المرة الماضية بنجع منكرر هو حالة طرابلسية نحن نحترمه من جله في علاقة شخصية معه ما في مشكلة أبدا بالشخصية معه ولكن عندما يريد أن يتحلف مع القوات اللبنانية وحتما سوف يتحول إلى خصم يعني اليوم هو خصم هو أنه طبعا نحن بالتنافس بالتحالف مع القوات اللبنانية يبدو فيه توجه بهذا الموضوع إذا بدو يتوجه إلى التحالف مع القوات اللبنانية حتما هو خصم في السياسة للاقيحة فيصل كرامجة الصمد طاه ناجي حتما ولكن القوات اللبنانية اليوم حاولت استمالة أشارع السني عقب خروج سعد الحريري ما بعرف نجحت بطرابلس فشل لطرابلس وسامير جعجع يرشح مستشاره في طرابلس ليش بطرابلس إذا بدك بالشارع السني في لبنان كله سوا اللوات اللبنانية غير مستساقة عن الجميع بس في طرابلس نحن في عنا ثقر مع القوات اللبنانية ما حنطالب فيه وراح نروح عدام ولكن في ثقر ما رح ننسى يعني اليوم دم الشهيد رشيد كرامي منه أرخص من دم أي شهيد آخر في لبنان هذا شيء نحن عنا مقدس القوات اللبنانية نحن منعتبرهم مش منعتبرهم هن يعني قاد القوات اللبنانية بهديك الوقت هو الذي أمر باختيار رشيد كرامي هو اللي اغتايله فعليا خلاص هيدا شيء نحن عنا يا مسلمة أي تحالف مع القوات اللبنانية واضح تقسيمي وفق إلى آخر يكل طائفي ومتعصبي اللي بدك تاريخ واضح هذا الشيء الترابلسيين أنفسهم لن يسمحوا بس يعني عدم دخول القوات اللبنانية إلى ترابلس ما في منطقة محرمة على حدن اليوم منه نزل على الانتخابات بتصير معركة وعلى أساسها يبنى منه نزل على الانتخابات منه حيترشح الانتخابات مستشاره بكرة الأيام رح تبرهن والترابلسية رح يبرهنه أن القوات اللبنانية منبوذة في ترابلس طب ألا يدرك أشرف ريفي هذا الأمر؟ يدرك لذلك عنده صعوبة في تأليف اللائحة مع القوات اللبنانية مش عم يرفع منصوب التحدي يعني هذا بالسياسة بالسياسة في تحدي واضح إذا أخذ القوات اللبنانية في تحدي واضح لا ترفق بالسياسة بالخصومة رح نفوت على الأقصى مدى حالة أشرف ريفي قدر تعمل شي في ترابلس عنده حاصل انتخابي على سبيل المثال؟ والله هي لكن لا أعرف بالتحديد إذا عنده حاصل انتخابي ولا لا هو عنده حيثية حقيقة أكيد موجود ولكن عنده حاصل المرة الماضية لم يكن عنده حاصل المرة استجد شي ما أعرف قدر حسن من الخدمات إذا حسن من واقعه لا أعرف بالأربع سنين الماضية الناس بكرة بتحكم بس اليوم ترابلس هي ساحة تجاذب يعني ساحة تجاذب زنة بشكل ترابلس عاصمي مش مختلفين مش مختلفين بس أنا بدي وصل لك فكرة بدي وصل لك فكرة أنه عم بتقليه أنه قد يكون قدر يحسن شروطه في ترابلس حضرتك بتعرف أنه بالقاون الأخير الكلام كثير عن ترابلس عن أنه ساحة جذب خارجة لخوض المعارك الداخلية في لبنان سواء كان سعودية سواء كان تركية سواء كان قطر الكل وضع يده في ترابلس بكلمة واحدة حقيقة على التدخل الخارجي في ترابلس كلمة واحدة ما في تدخل خارجي في ترابلس ما يحكى عن تدخل تركي في ترابلس غير صحيح وهيدي بشهادة الأجهزة الأمنية اللبنانية في تهويل بالإعلام رهيب ودائما في تخويف المشكلة أنه في ترهيب للناس دائما دائما في مشكل دائما في مشكل وترابلس دائما جهزة دائما دائما بيراصهم بيراص الكرتال جهزة لأنه طبع دائما يعني بيحاولوا أنه نصفوا حساباتهم كلتها بترابلس جهزة لتكون صندوق بريد دائما ولما بدهم بستعملوا صندوق انتخابات مثل مصاري المرة الماضية طب إذا شلنا تركيا على الجنب ما في وجود خليجي ما في حدا أنه بده ترابلس ليكون منصة ما حدا بده ترابلس ليكون منصة لقلو بالمنطقة لا لدعم الزعمات السنية الموجودة هناك يعني لدعم مشاريع معينة ما في مشكلة في حظة بدعم سعودة على سبيل المثال أنا لا أظن أنه هناك دعم سعودي لأي شخص في لبنان بمحل علي تعتبر خطأ؟ نحن مش خطأ اليوم هني جربوا السعوديين جربوا اليوم في لبنان الاستثمار أو الاتكال على شخصية معينة وبقت رهانتهم بالفشل بس هذا الخروج يفتح المجال لحزب الله منه خروج أصلا حزب الله اللي نحن إذا بدخل على المستوى القليمي مين قال إنه ما الكل عم يحكي مع الكل الكل عم يحكي مع الكل بسمح لي أنتم كتيار الكرامة في طرابلس هذه العاصمة عاصمة الشمال المكان يتواجد فيه أكبر نسبة كبيرة من سنة لبنان خزين البشري سنة نحكيها بكلمة المهية ما بيشكلكم إحراج على قطكن مع حزب الله هالعلاقة من حزب الله للأسف لأنه نحن ما دائما نطلع بالألام ومنحكي عنه ومن فنده الكل بيعتبره أنه فيصل الكرامي أو تيار الكرامي هو حزب الله هذا شيء غير صحيح تيار الكرامي عنده استراتيجية وعنده تكتيك وعنده أهداف حاليف لحزب الله نحن بالخط الوطني بالخط الوطني العريض نحن ضد كل ما يخدم مصلحة إسرائيل هذا شيء واضح اليوم المقامة في لبنان هي تقام العدو الإسرائيلي هذا على المستوى العريض أما في السياسة الداخلية هناك الكثير ما نتفق عليه وهناك الكثير ما نختلف عليه مثل حزب الله مثل باقي الأحزاب اللبنانية في شيء نتفق عليه وفي شيء نختلف عليه بس نحن بالخط العريض نعم نحن ما خط المقامة بما تمثل المقامة ضد العدو الإسرائيلي ولكن هو التصرفاته أو إذا بدك سياسته في الداخل أو في الخارج تعنيه لألو يعني عندما كانوا يتغيركم الخصوم بلا اعتمار بحزب الله يعني الله وفيصل كرامي بأنكم تأتمرون بحزب الله لا نأتمر من أحد خصومكم يرون العكس الخصوم يريدون أن يروجوا هذه الإشاعات لحد لا إذا بدك لا تحطيم الشكل أو لا تحطيم الواجهة أو لا تحطيم سورة حزب الله يعني لا قبول لحزب الله في السحة السنية حتى هذه اللحظة كان في إله قبول صح؟ من السنة الألفين نحن منتذكر في إله قبول انتهى مع اختيال رئيس رفيق الحريري لا 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 مش أبدا حتى ما بعد اختيال الشهيد رفيق الحريري بأحدث أيار بأيار ممكن اليوم بوكرة ترجع تبرم وترجع يصير في إله قبول لحزب الله كله بالسياسة أنا برجع أقول لك شغلي في الخارج كله عم يحكي مع كله واضح أنه المنطقة يعني زاهبة إلى تفاهمات وفي الداخل كله ما تريس مع كله بد نهاية كله لبنان يتأثر ولا يؤثر بنهاية المطاف كله بده يرجع يهدى كله بده الناس بده تحكي مع بعضها كل الخلاف السياسي اللي كان موجود يعني الخلاف بين السني والشيعي هو منه خلاف مذهبي لأنه لو كان خلاف مذهبي كان من زمان خلاف مذهبي خلاف السياسي خلاف السياسي فقط لغير يمكن هذي الأصص تخلص بترجع الأصص لطبيعتها كنت عم تعتيني مثل يتعلق بحزب الله وعلاقتكم مع حزب الله نحن اليوم الحل منه واضح على الجميع أنه الأتراك هن على خلاف مع الخط اللي ماشي فيه حزب الله طيب فايسة كرامي فتح مع الأتراك وفيتح مع السعودي وعننا علاقات مع الجميع نحن عنا صفر مشاكل نحن عنا استراتيجية نحن بنمشي حلية ما حدا بيقلنا وانتمشون نحن لطالما سابتين على مواقفنا وسابتين على مبادئنا على المستوى الوطني وعلى المستوى المديني على المستوى الندينة ترابلوس نحن عم نشتغل لمصلحتنا ولمصلحة مدينتنا ولمصلحة أهلنا هايدي بالدرجة الأولى شو بيختم هالمصلحة نحن بدنا نقوم مين بيشكل عليكم خطر أكتر في ترابلوس نحن أي شي بيفيد هالمصلحة ستكون يا جنبه طلعنا على تركيا لحتى نجيب مساعدات لا ترابلوس طلعنا جبنا وهالمرة ما بيذن الله رح نطلع ونحن نجيب وبتروحوا على سعودية وروحوا على الصين وروحوا على قطر وينما كان ما في مشكلة اليوم مين بيسبب لأنا وقت شو ببلش عاخر مين اليوم بشكل خطر لآه الكرامة لهذه الليحة في ترابلوس كل كلمة خطر ما في خطر كلمة منافسة نعم هناك منافسة منافسة تكون مع مين مع كل المرشحين أو الليحة اللي رح يشكلها نجيب مقاتل بشكل مباشر المرشحين هون هني فعليا منافسين بدنا نشوف اللوايح اللي بدأت نبثق عن هالمرشحين اللايحة اللي رح يدعم الرئيس ميقاتي أكيد هي حتكون لائحة منافسة أكيد طبعا يعني متل متل بقية اللوايحة لو شيرك نجيب مقاتل بالانتخابات بشكل مباشر كان شكل أكثر خطورة أو ديناميكية لا فيش اسمه خطورة نحنا بالنسبة لقلنا ما في حدا بشكل خطر علينا نحنا بقينا لما كان الكل ضدنا ما حدا شكل خطر علينا بس بالمعركة كانت صعبت وكانت المنافسة أقوى واحتدمت أكتر هو ارتقى أني قرجه الرئيس ميقاتي ارتقى أنه مصلحته تقتضي اليوم أنه يكون في خارج الانتخابات النيابية ويدير المعركة على بمقابل وعود بأن يكون رئيس حكومي آتي عنده مصلحته هو عنده مصلحته وعنده قراءاته إنه هو أدر فيه نحنا لو نزل رئيس ميقاتي أكيد كان نرغف في هذه المنافسة لحتى تكون ولكن لو ما كان نزل هو داعم هو داعم مثل المرشح ونحن عم تصلى أصدق طبيعي إنه هو داعم حقيقي لا لا يحا عم بلش تتكون في مدينة طرابلس داعم حقيقي يعني هو كأنه اليوم يعني إذا منه مرشح بالشخص عنده مرشحين كمان بموضوع ما بشكل خطورة منافسة أكيد لا ما شفت حدا مرتاح أكتر منكم مرتاح بمعركته الانتخابية لحدود القصوى نحن اللي بناناه والتراكم اللي راكمناه من مئة سنة لليوم ولو اليوم بثلاثين سنة اللي مضيت حدا حاول ليزيح لا طبعا بس لأنه كمان لأنه كمان المشاركات منا مباشرة يعني ما في مشاركة مباشرة من خصم لدود لألكم إذا عم الوحيد المشاركة بشكل مباشر بانتخابات طرابلوس بتعرف ليش؟ لأنه نحن لما بت إذا بدك بتحز المحزوزية مثل ما بيسموها نحن موجودين لما بصير في أزمة حقيقية نحن جنب أهلنا لما بصير في مشكلة حقيقية عم اتعرض لألو المواطن نحن موجودين ما بنركب الطيارة من الروح هذا السبب الوحيد نحن موجودين نحن موجودين لنواجه مش موجودين بس لحتى نستثمر وناخد واللحظة اللي بتقع على الواقعة نحن بنهرب ونروح على إذا بدك نختفي من الساحة فايصة الكرامة مرشح لرئاسة الحكومة بعد الانتخابات فايصة الكرامة هل بعد الانتخابات وقبل الانتخابات ودائما مرشح دائما لرئاسة الحكومة نحن نطمح بهذه الانتخابات مع الحلفة جميعا ومع المشاركين في هذه اللايحة الناجح منهم والربحان منهم بإذن الله نعمل جبهة يعني إذا بدك لقاء تشاوري على موسع جبهة وطنية تمتد مش بس بقلبسون بقلبح حتى وطنية ماذا بقي من اللقاء تشاوري اللقاء تشاوري كله لقسم مميز بقي اللقاء تشاوري يعني اليوم العلاقة مع الأستاذ عبد الرحيم مراد علاقة ممتازة جدا ومع الوزير حسن مراد العلاقة مع عدنان ترابولوسي ممتازة جدا واليوم ممتدة على كامل لبنان اليوم نحن مرشرح الأحباش في ترابولوس هو شريك في هذه اللائحة أنا بشدد على كلمة شريك لأنه نحن شركة ولأنه فيصل الكرامي في المرحلة القادمة يحتاج شركة يحتاج شركاء نحن من نجين نحتكر ولا نجين أن نحن الوحيدين اللي منمثل ولا مرة قالنا ولا مرة راح نقول أن نحن الوحيدين اللي منمثل نحن جزء وهذا جزء عنده منهجية وعنده منهج وأثبت نظافة كاف وأثبت رؤية ساقبة بالحكم في لبنان وإذا بدك أنجح فترة في لبنان كانت فترة الكرامية السياسية ونحن نطمح أن نعيد هذه المنهجية حدد لأيها الكرامية السياسية الكرامية السياسية اللي سقطت ب92 أو اللي سقطت بالألفان وخمسة اللي سقطت ب92 لأن الرئيس كرامي الله يرحمه رئيس عمر كرامي حاول جاهداً ولكن كانت الرياح عقوى منه بكتير وإذا بدك كانت الرياح داخلية وخارجية يعني من داخل مع الحلفاء وكذا ومن الخارج ولكن كان واضح أنه كان في جاي مشروع طويل عريض عابر لكل الطواقف اسمه الشهيد رفيق الحريري مع المال السعودي ومع الدعم الأمريكي والدعم السوري أنا ذاك واضح أنه فيه تقليم لأظافر آل كرامي ولوما هن فعلياً متجزرين في هذه الأرض كانوا انتهوا تعتبر أنه اليوم في بيرون اليوم معركة آل كرامي إما أن نكون ونكون بتقلنا أو أن نكون هيك بمتفرجين لا نستطيع أن نمارس إذا ما كنا بتقلنا اليوم اللي هيطلع فيصل كرامي لوحده مرشع يعني آخر شي نائب لوحده بالبرلمان ما رح نقدر نغير التغيير يحتاج فعلياً إلى مجموعة وهذه المجموعة نحن نطمح اليوم أن تكون من الترابلس لخارج الترابلس لأن نكون فعلياً كتفنا على كتف بعض بالمجلس النيابي ولاحقاً في رئيس الترابلس ماذا عن قوة التغيير في ترابلس يعني هذا المجتمع المدني كمان في محاولات ليكونوا موجودين ليكون عندنا لوائح ليشكلوا جبهة معينة أخي ما نحن أصبعناهم للمجتمع المدني ما نحن سابقين هذا الموضوع ما نحن من الأساس سابقين ونحن نقول نحن غير مشاركين في السلطة واللحظة اللي كنا فيها بالسلطة طلعوا لنا ملف فساد هذا عم نقول أن فيها أكتر من هك نحن كنا مستلمين سلطة خمسين سنة صح؟ يعني أنتم المجتمع تعتبروا نفسكم أنتم المجتمع المدني نحن المجتمع الأهلي المجتمع الأهلي المجتمع المجتمع يلي حيره بالفساد في كثير أشخاص كل طروحات المواجهة لأله نحن معنا مشروع ومنطبقوا فعليا طبقنا ونطبقوا نحن مجربين مننا جديد جاينا على طريق على الساحة السياسية ولكن المجتمع المدني اليوم ما يسمى المجتمع المدني هناك أشخاص نضاف وعندهم طموح وعندهم مشاريع ولكن بدك الأرضية لأنه اليوم الانتخابات منها بس مشروع في كتير عوامل الانتخابات اللي هي الماكنة الانتخابية بس هيدة طرابلوس عروسة الثورة نعم يعني طرابلوس عروسة الثورة مفروض يكون كل الزخم يلي شفناه أنا ذاك بـ 17-20 وما بعده أن يترجم في صندوق الاقتراع وفي اللوايح التي ستشكل بـ 15 أيام لما سمي طرابلوس عروسة الثورة نحن كنا مشاركين في هذه الثورة كان تيار الكرامي على الساحة رحيتل على ساحة علاك هلا شو إيجاب من بعدها الوزير الكرامي عطى يعني سمح للكل كل منضوين بـ 3 كرامي إنه نشاركوا بهذه الثورة حتى عائلة الوزير الكرامي كانت على ساحة عبد الحميد الكرامي بأول 3 أسابيع لما بلشت تتبين الأجندات اللي من وراء هذه الثورة المركبة إذا بدا كانت إحنا عادنا على جانب وقلنا إنه هذه الثورة ما بتشبهنا حتى المجتمع المدني الحقيقي كمانه إنكفأ إنكفأ من بقية مثلا في عنا نحن الأستاذ رامي أسوم أحد المرشحين اليوم إلى الانتخابات شيء هو يعني عنصر فاعل بالمجتمع المدني ومؤثر بالمجتمع المدني وإذا بدك من الأساس ما قبل الثورة هو كان مشارك بالانتخابات الماضية بإسم المجتمع المدني اكتشف وهو قالنا يعني قالنا يا صراحة أنه هذه الثورة لا تستطيع أن تبني ولا تستطيع أن تؤسس ولا وما عنده مشروع فعليا ومشروع منه داخلي ولا مشروع مرتبط بما يتعلق في لبنان بالتالي لا تتوقع نجاح لهذه القوة والمجموعات اليوم نتمنى الخير للجميع ولكن نحن عندنا مشروعنا نتمنى أن الكل ينزل ينتخب لأنه ما في حال إلا بالانتخابات ما في حال لن تكون كفيفة في الاقتراع السني والوطني أيضا والوطني شكرا لألك أساس على أجلات المستشار رئيس تيار الكرام الفصل الكرام التحية طبعا للوزير كرام أيضا شكرا للمشاهدين على المتابعة إلى اللقاء شكرا للمشاهدة